أحسن الله إليكم المرسل بخالد الشايب من البحرين بعث عددا من الأسئلة يقول في أولها ما حكم لبس الحجاب وعليه آيات قرآنية للاستشفاء والمقصود بالحجاب هنا يقول ذلك الخمار الذي يوضع على الرأس لا يجوز تعليق التمائم إن كانت هذه التمائم من غير القرآن من غير الأدعيها المشروعة فهي محرمة وشيركم بالله عز وجل قوله صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة أخذ أشرك وأما إن كانت من القرآن أو من الأدعيها المباحة فكذلك على الصحيح من قول العلمة لا يجوز تعليقها لأن هذا داخل في النهي عن تعليق التمائم ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم بين التمائم التي من القرآن أو من غير القرآن ولا بين الحجب التي تكون في أوراق أو في ملابس لأن هذا من وسائل الشرك والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بسد الوسائل المفطية إلى الشرك وإنما المشروع الرقية وهي القراءة على المريض مباشرة مع النفس عليه أو القراءة بماء ثم يشربه المريض هذا هو المشروع نعم ترجمة نانسي قنقر